الأزمة التركية التي انطلقت من السياسة لتصل إلى الاقتصاد فتحت أبواب أنقرة أمام الكثير من التحالفات الجديدة تركيا وإيران فرقتهما سوريا وجمعتهما العقوبات الأمريكية من حيث يدري أو لا يدري نجحت ترامب في زيادة مساحة المصالح المشتركة بين خصومه ولسيما روسيا وإيران وتركيا فهذه الدول تتشارك حاليا في مواجهة العقوبات الأمريكية المتزايدة عليها ولأن المصائب تجمع وكذلك المصالح فقد أصبحنا نرى زيادة في التقارب بين طهران وأنقرة وموسكو ما ينعكس على عدد من ملفات المنطقة وأبرزها مثلا ملف إدلب فتركيا بدأت تبدل يونة في موقفها حول عملية عسكرية وإن بضوابط معينة في إدلب ظهر ذلك في تصريح لافت لوزير خارجيتها بعد محادثات مع لفروف في أنقرة فبعدما كان أوغلو هدد سابقا بالانسحاب من أستانا في حال بدء عمل عسكري من جانب النظام أو روسيا ها هو يعلن أنه يصعب ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود إرهابيين ويدعو إلى تحديد الإرهابيين ومحاربتهم كذلك فإن الشراكة الإيرانية التركية هي اليوم أقوى من أي وقت مضى ولا شك أن إيران استفادت من تأزم العلاقات بين تركيا وأمريكا ما قرب أكثر بين أنقرة وطهران وكان لافتا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان أول من ندد بالعقوبات الأمريكية على تركيا كما كان لافتا تمرد تركيا على واشنطن بإعلانها عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية على طهران فتركيا كانت من أبرز المستفيدين من رفع تلك العقوبات بعد الاتفاق النووي وقد أصبحت أنقرة تعتمد على إيران كأكبر مصدر لها لاستيراد الطاقة من نفط وغاز وفي حال عادت تركيا والتزمت بالعقوبات الأمريكية فإنها ستضطر لزيادة الاستيراد من العراق ودول الخليج وهذا سيكون أكثر كلفة عليها بسبب تكاليف النقل وهذا الأمر سيضيف على أنقرة المزيد من أعباء في مرحلة حساسة يمر بها الاقتصاد التركي كل تلك الظروف والمصالح المشتركة تدفع بتركيا وإيران إلى تخطي التوتر الذي شهدته علاقتهما نتيجة الخلافات الحادة بينهما حول الأزمة السورية منذ اندلاعها عام 2011 ويبقى معرفة ما إذا كان التوافق على المصالح بين تركيا وإيران وروسيا يصبوا في مصلحة الشعب السوري